أشار وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي إلى الانخراط النشط لمصر في القارة الأفريقية من خلال العضوية المصرية الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي وكذا الدور الفاعل الذي لعبته القاهرة خلال رئاستها للكوميسا جاء ذلك خلال مباحثات عقدها مع أوليذين دوه نيجريه وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي وذلك على هامش زيارة عبد العاطي الحالية لكيجالي وقد شهد اللقاء مراسم التوقيع على مذاكرة تفاهم بين مصر ورواندا في مجال النقل كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض لصالح مصر بالقرب من الحدود مع تنزانيا من أجل إقامة منطقة لوجستية مصرية